سور عماد البناني اللي ببعت لها كل التحية الحقيقة لأنه عاملة مجهودات كبيرة جدا جدا في مرحلة حساسة داخل نادي الزمالك اجتمعت بالمرشحين وشرحت لهم بعض الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية المقبلة يوم الجمعة اللي جاية تعالوا نستعرض أبرز ما جاء طبقا لمعلومات خرجت من النادي أو طبقا لمعلومات حصل عليها برنامج الماتش خلال الساعات الماضية اللي ببعت فيها تحية كبيرة قوي لصديقي وزميلي محمود فؤاد اللي بقاله تقريبا من بداية الشهر ما نمش يعني عشرين يومه هو ما نمش فربنا عينك إن شاء الله يوم الجمعة تلايح السبت بقى كده واتنام ثلاثة يام متواصلة يا فؤاد دعت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك الدعوة لجميع المرشحين في الانتخابات للاجتماع في حضور رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات لمناقشة وحسم العديد من الأمور الخاصة باليوم الانتخابي عشرين من الشهر الجاري حضر العديد من المرشحين المستقلين وكان بينهم فاروق جعفر طبعا اللي كان لسه مرشحا على مقعد الرئاسة وكان لسه في ضيافة الزميل أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي منذ قليل كان حوار ممتع جدا حضر من قائمة حسين لبيب السنائي أحمد سليمان وهشام نصر لكنهما غادرا قبل نهاية الاجتماع في بداية الاجتماع أكدت اللجنة أنه سيتم فتح ثلاثة أبواب للدخول لمقر التصويت المستقلون من المرشحين أبدوا ضيقهم وغضبهم الشديد من هذا القرار قالوا لأ مش عايزين ثلاثة أبواب اعترضوا بشكل واضح تم التراجع عن القرار تم تحديد مدخل واحد فقط للوصول لمقر التصويت مدخل واحد بتدخل منه تلاقي بقى اللجان قدامك سيتم التصويت على الميزانية في أثناء العملية الانتخابية بالتالي كل عضو هيمنح ورقتين ورقة لاختيار المجلس وأخرى للميزانية فتوضع كل ورقة في صندوق مختلف ده اللي قالته النهاردة اللجنة السلاثية من معلومات لكن عن تفاصيل بقى خاصة بيوم الانتخابات انت كعضو جمعية عمومية وانت كمشجأ قاعد بتتفرج على العملية الانتخابية مشي ازاي منتظرا الساعات الاولى من صباح السبت عشان تعرف مين رئيس ناديك مين نائب الرئيس مين امين الصندوق مين الاعضاء فوق السن ومين الاعضاء تحت السن اللي هيبقى على عاتقهم مسئولية نجاح ناديك في السنوات المقبلة الاربعة فالنهاردة اللجنة ايضا اعلنت التفاصيل يدخل امتى العضو يسوت ازاي تتقفل امتى الانتخابات فالتفاصيل دي كلها في هذا العرض اكدت اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من احمد فؤاد الوطن المدير المالي وايمن شعراوي المدير الرياضي ان جميع بوابات النادي وعددها سبع بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الاعضاء يوم الجمعة لحضور الجماعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد عدد اللجان سيكون 128 لجنة ويتم حاليا الانتهاء من تجهيز الخيمة التي ستقام فيها الانتخابات المقبضة للزمالك يحق لعدد عضويات 63,327 الانتخاب في الجماعية العمومية المقبضة لنادي الزمالك ليكون اجمالي عدد الاصوات 102,576 عضوا ترشح على منصب الرئاسة خمسة مرشحين في حين ترشح على منصب نائب الرئيس ثلاثة مرشحين على منصب امين الصندوق ستة مرشحين و37 مرشحا على منصب عضو مجلس الادارة فوق السن و14 مرشحا على منصب عضو مجلس الادارة تحت السن بس كده دخول الاعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبداللطيف أبورجيلا سيكون من ثلاث بوابات من اتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحمدية الشذلية سيكون الخروج من بواباتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم قررت اللجنة المؤقتة غلق مقر النادي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء عشان الدنيا تجهز لاستقبال الأعضاء بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة يوم الجمعية العمومية بإذن الله اشتركوا في القناة